قصفت مقاتلات روسية مناطق في ريف حمص بقنابل محرمة دولياً بينما قتل مدنيون بينهم أطفال في غارات لطائرات روسية وأخرى سورية على ريفي إدلب وحلب وذكرت مصادر في المعارضة أن المقاتلات الروسية قصفت فجر اليوم بلدة تيرمعلا في ريف حمص الشمالي بقنابل النبالم المحرم استخدامها دولياً ضد المدنيين كما استهدفت الغارات الجوية الروسية بلدتي الرستن وتلبيسة في ريفي حمص الشمالي ما تسبب في جرح عدد من المدنيين ودمار في الممتلكات وقد شن النظام السوري بدوره غارات جوية على ريفي حمص الشمالي استهدفت بلدات الغنط ومشارشوح والزارة وحرب بنفسه والغجر مما أوقع إصابات عدة بين المدنيين وأضراراً مادية